بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقهر بحسبانه والنجم والشجر يستجان والسماء رفعها وضع الميزان ألا تنغر في الميزان وقيم الوزن بالقصر ولا تحسر الميزان والأرض عنها لألام فيها فاكية والنقل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربك ما تكذبا خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الجوان من مارد من مارد فبأي آلاء ربك ما تكذبا رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ما تكذبا مرج البحرين يلتقيان بينهما موزق لا يبغيان فبأي آلاء ربك ما تكذبا يخرج منهما النقل والمغربين فبأي آلاء ربك ما تكذبا وله الجوان المنشاة في البحر كالأعلى فبأي آلاء ربك ما تكذبا كل من عليها ثاني ويبقى وجه ربك كذل جلال والإدار فبأي آلاء ربك ما تكذبا يسألهما في السماوات والعرض كل يوم وفي الشهر فبأي آلاء ربك ما تكذبا سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربك ما تكذبا يا معشر الجن والإنسين قطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات من أقطار السماوات والأرض فننفذوا لا تنفذون إلا السلطان فبأي آلاء ربك ما تكذبا يرسل عليكم أشوار من نار والحاسن فلا تنتصران فبأي آلاء ربك ما تكذبا فبأي آلاء ربك ما تكذبا فبأي آلاء ربك ما تكذبا يُعرف المجرمون بسيما فبأي آلاء ربك ما تكذبا هذه جهنم التي يكذبها المجرمون يتوفون بينها وبين حمي مرآن فبأي آلاء ربك ما تكذبا فلمن خاف مقام ربه جنتا فبأي آلاء ربك ما تكذبا فبأي آلاء ربك ما تكذبا فيما عينان تدريان فبأي آلاء ربك ما تكذبا 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 فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور النقصورات في الخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهم إن صنف قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفع في الفر وعب قري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبعك السورة بجد الجلال والغتران